ما أن سيطرت حركة طالبان على مفاصل الحكم في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي حتى بدأت مظاهر الفوضى تسود بأنحاء متهرقة من البلاد في وقت يخيم فيه الخوف من إقدام الحركة على أعمال عنف بعد تثبيت سيطرتها وفرض معتقداتها على الشعب الأفغاني الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في لقاء مع شبكة ABC News الأمريكية أن حركة طالبان لم تتغير ولم تغير معتقداتها الأساسية مطالبا الحركة بتغيير سلوكها إذا ما أرادت أن يعترف بها المجتمع الدولي ومعتبرا في الوقت نفسه أن خطر الإرهاب في سوريا وشمال إفريقيا أكثر مما هو في أفغانستان بايدن اعتبر أن حالة الهلع والفزع لدى الأفغان من عودة طالبان للحكم ولجوهم للمطار للهروب أمر يتطلب التحرك والسيطرة على الوضع مؤكدا أن قوات بلاده ستبقى في أفغانستان لحين إجلاء جميع المواطنين الأمريكيين من هناك من جانبه وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد بالكارثي داعيا إلى تحرك دولي لضمان حماية المدنيين في أفغانستان بوريل لفت إلى أن المجتمع الدولي نجح في محاربة الإرهاب في أفغانستان إلا أنه فشل في بناء دولة وقوات أفغانية متماسكة قادرة على حماية البلاد مشيرا إلى أن القلق بجأن حقوق الإنسان بأفغانستان في ظل حكم طالبان بدأ يتزايد مع ورود تقارير عن انتهاكات ارتكبها عناصر الحركة